في الكثير من الحلقات كنا نتفاجأ بعفعال السيان مثل ترك جوجو الفريزا أو إعطاء جوجو سين حبة سينزو أو إعطاء جوجو مورو حبة سينزو أيضا لتسترجع قواه هذه المشاهدة دائما تفاجأ المشاهدين وتشعر بأن السيان مخلوقات غريبة أو مخلوقات غبية أو الشخصيات غبية والكاتب لم يستطيع التحكم فيها وكان يملك التراقضات عليها في الحقيقة الكاتب وضح هذا الأشي بشكل واضح بدون ما يناقض نفسه الكاتب وضح لنا طبيعة السيان من بداية القصة فالمشاهد لا يمكن يحكم على السيان من هذه المشاهدة على نمط البشر لأن السيان بالنهاية مبشر هم مخلوقات ثانية غير البشر في الكامل بداية القصة يوضح لنا الكاتب بأن السيان إذا وضعه بخطر كبير وكان القمر مكتمل راح يقدر يتحول على غريلات عملاقة فالكاتب من البداية وضح لنا بأن السيان عبارة عن حيوانات فقط حتى البشر في منطق دراجموب المعتبارين حيوانات سابقة لأن الكاتب يمر بنظرية تطور كانوا حيوانات يعني يمر انه السيان او البشر كانوا من الثديات بس طبيعة البشر تختلف بطبيعة السيان بالكامل يعني طبيعة السيان من الاقرب للحيوان بشكل اكبر يعني لما السيان يتحول له غريلات لما يضعوا بموقف صعيب وتكون القمر مكتبل يبين لك انه غريزة الحيوان تشتغل عندهم لتدافع عنهم مثل غريزة الاسد مثلا غريزة الاسد يدافع عن نفسها لما الشخص يهجم عليه غريزة النمر يدرك الخطر من بعيد يعني لو احرقت نار امام النمر رح يهرب منك النمر لانه رح يسب خطر ويهرب نفس الاشي مع السيان غريزتهم انه لما يكتمل القمر ويشعر بخوف كبير او ضيق كبير وقته يتحولوا له غريلات تلقائيا بدون ما يدركوا لهذا الاشي الا اذا كنت مسقن هذا الاشي مثلا مثلا انك تكون مرتبة كبيرة من السيان مثل فيجيتا يقدر يتحكم في الغريلة ويقدر يتحول لها زيريت بينما جوجو او السيان الثانيين من الرتبة الدنيا بيقدروا يتحولوا غريلة بدون ما يعرفوه بنفس الوقت ما يقدروا يتحكم فيها المهم انه الجسدهم يدافع عن نفسهم يعني الغريزة تدافعهم عن نفسهم بدون ادراك يعني الجسد يدافع عن نفسه تلقائيا تبقى هنا يحاول يوضح طريقة المرض عند البشر بشر لما ينصاب بمرض او ينصاب بجرح او ما شابه المخي يرسل الاشارات للجسم بانه الجسم يتألم يعني انه فيه عالة او مثل ما نحكي يعني فيه اشي خطاء انه على مستخدم الجسم لازم يتحكم بهذا الاشي او يلاقي حل لهذه المشكلة يعني هنا ادركنا ان غريزة البشر جعلت البشر يشعرون بالالم فقط ليدركوا العلة التي في جسدهم ليبقون احياء لفترة اطوال والبشر ما بيحس بالالم كانت متوسط عمارهم قليلة حتى ما اغلب البشر ما كانوا عاشوا اصلا انه هم اطفال باختصار لو شعروا بالالم ما رح يصرخوا فالاب والام ما رح يدركوا شو علة الولد او ايش فيه بالضبيط تجي حمة كبيرة على الولد ويموت بدون ما يصرخ لانه ما حسب الالم فهيك اغلب البشر رح يموتوا وبالاغلب اصلا الجنس البشري كان انقرض من زمان لو ما بيشعروا بالالم كاتب هون يحاول يوضح طبيعة السيان بانه السيانة ما يشعروا بخطر كبير يتحولوا الغريلات بشكل تلقائي ويدمروا ايش امامهم شفنا كيف جوهان على كلام بيقوله كان رح ينسف الكوكب بالكامل يعني المهم انه هو يحياء خلاص الجسد بيقول لها انت ما رح تعرف تتصرف بالغريلة وانت ما رح تعرف تتصرف في الدافع عن نفسك فالجسد يقول لها انه عطيني كيفية اني ادافع عن نفسك يعني كأنه العقل يمسك الجسد تلقائيا عن غير المستخدم سير السيان يقاتل من دون وعي خلاص جسده بس اهم اشي انه يدافع عن مستخدمه طبيعة تحول غريلة تشبه بعد طبائع البشر او خصائص البشر طيب ايش علاقة هذا الاشي بالضبط في السيان ليش يتركوا عداءهم او ليش يرحموا احيانا اعداءهم الحقيقة جوغو ياب كان يرحموا عداءها بس نفس الاشي سيان ما يرحموا عداءهم في المرة ما في سيان يرحموا عداءها بينما يقتل عداءها باكثر وحشية مثل ما نحكي سيان بطبيعتهم يتبعين النظام انهم يتسلوا فقط في حياتهم بالتدمير والصرقة وامنها بالموارد والسيان ابدا ممتطورين وما عندهم اي تطور على كلام دراكن بويل زيد انه سيان ما عندهم اي تطور مخلوقاتها مجيه فقط تقتل والدمير مثل الحيوانات ومثل الاسد لما يمتلك كبرياء وعدم هروبها من المعركة او غرير العسل لما يهرب من المعركة بسبب كبرياء نفس الاشي مع السيان يمتلكون كبرياء ككبرياء الحيوانات المفترسة مثال في جيتا لما ترك سيل انه يستخدم كل قوة بكم كلمة من سيل سيل اللي حاول يدخل العواطف في جيتا او مثل ما نحكي كبرياء ويستخدم هذا الاشي ضد في جيتا لانه عارف انه في جيتا را يترك سيل يعيش بساطة او يستخدم كل قوة عشان يقاتل في جيتا بكامل قوة لانه في جيتا ما يحب يقاتل الشخص وهو ناقص يحب في جيتا انه يقاتل الشخص بكامل قوة عشان يحس انه زفاز انه هو شخص عظم منه في جيتا عندها نقص مثل ما منحكي هو نقص في الشخصية مثل السيان الثانيين يحب انهم يقاتلوا الشخص الذي امامهم بكامل قوة وباعلى مستولاه عشان إذا فازوا له يحسوا أنهم أفضل منه ما يحبوا أنه يشعروا بشعور النقص أنهم أقل منه أو أنهم مخلوقات عادية أو ضعيفة فالسيان عندهم يعني مثل منحكي ميزة الكبرياء الكبرياء يسيطر عليهم بشكل كبير مثل غرير العسل أو الأسد فرح تلاقي السيانزي يقاتل لدرجة الموت أو ممكن يفقد أحد عضاءه ورح يضل يقاتل بدون توقف إما بارادوك كان يقاتل قاس في الماضي وستطاع أن يهزمه الفرق بين قوتهم كان كبير يعني ما كان أي فرصة يفوز أنه بارادوك في القتال وكان وقت هناميكي يحذر بارادوك ويقول لها أنه لازم يهرب لأنه مستحيل ينتصر على قاس فبارادوك كان يرد عليه أنه مستعدي أنه يموت ولا يهرب في النزال وفي الأغلب المشاهدين الأذكية أدركوا نقطة حاليا ثيان تزيد قوتهم لما يشعروا بكسور في القتال أو يتدمروا من القتال ويتعالجوا تزيد قوتهم وبتوقع حاليا لمشاهد الذكي أدرك هذا الإشي يعني أدرك أنه هذا لا هل دخل في كبرياهم أو لا هل دخل في غريزتهم فبع أكيدا نظام التطور عند داروين أنه المخلوقات تطور لا تتكيف للمواقف التي تعيشها بالماضي مثل بناء البنية العضلية فالإنسان يحاول يرهق نفسها لأعلى مستوى عشان تزيد عضلاته والمرة القادمة يزيد الجهد أكثر عشان تزيد قوتها أكثر لأن لو بقي على الجهد نفسه وما رح تزيد قوتها السهيان نفس الميزة عندهم بس مضاعفة بسبب غريزتهم الكبريائية أو غريزتهم الحيوانية المبالغ فيها نفسهم نفس القرش لما يجدد أسنانها بسرعة نفسهم نفس أي مخلوق يجدد جسدها بسرعة بس هم يزددوا قوتهم بشكل أكبر يعني لو سياني يقان قوتها عشر ألاف قاتل سياني وقوتها عشرين ألف وانتهى القتال بتدمير سياني لقوتها عشر ألاف فاسبقي حي في المرة القادمة رح تكون قوتها ممكن ثلاثين ألف لأنه جسد رح هيئة لا يعيش المواقف مثل موقف لما قاتل شخص قوتها عشرين ألف رح يدرك جسد السياني بأنه السياني لازم تكون قوتها أكبر بكثير لا ينتصر على خصومها لأن الحياة اختلفت حاليا عن الطبيعة القديمة يعني لو سياني يعاش بقوة مئة في كوكب مسالم رح تضل قوتها مئة لأنه جسدها رح يدرك أنه السياني ما يحتاج قوة أكبر باختصار لأنه الكوكب ما يحتاج قوة أكبر من هيك بينما لو عاش بكوكب فيه وحوش الشيء الذي من المستخدم لا تقدر يعيش في المواقف هذه لا، الآن هذا سيسبب الإنقراض الكامل في الحقيقة، هذا هو اللي كانت مدركها في كامل هذا الحيان كان مدرك أفريزا ثانيا كان مدرك أنه سيان زيد قوتهم في هذا الشكل والسيان يكون رح يكونوا خطر أكبر من إفادته رغم من أنها سيطر عليهم وكانت مدرك، إنهم لا يستطيع على الأ prolقع أبر BEC soccer يزموه نفسه. فلا حدود لقوة السيان مثل قلام في جيتا و جوكو دائما ما كان يقول في جيتا انه لا يوجد حدود لقوة السيان. ممكن السيان يتخطوا حتى الاشخاص الذين قاموا بصنعهم والذين هم الكايوشين و جوكو تفوق على هذا الاشي وفي جيتا وكثير شخصيات من السيان قدر يتفوقوا على الاشخاص الذين قاموا بصنعهم في الاصيل. وهنا ادركنا طبيعة السيان الحيوانية والعقلية والجسدية كل هذا الكلام ادرك لنا اشي واحد وهو طبيعة السيان في رحمة اعدائهم. هي مو رحمة في الاصيل. ادركنا ليش في جيتا ترك سيل بالضبيط. جيتا بعد ما خسر ضد جوكو كثير بما انها كان يعتبر انها الاسمة او المخلوق الاسمة من السيان وكان يعتبر نفسها الامير بما انها ابن الملك الاصلي. برغم انها في جيتا وصل لأعلى المراتب ولا اعلى القوة الممكن يوصلها سيان وما في اي سيان وصل لهذا المستوى من قبل. كان وقتها في جيتا شاعر بالنقص الكامل كان نحس انها ناقص وكان نحس انها نكره في العالم. باختصار لان جوكو متفوق عليه. و جوكو كان من المراتب الدنيا من السيان. يعني هيك ممكن في جيتا يتقبل اي شخص انها يكون اقوى منه الا جوكو. وهو قال هذا الاشي. قال انه متقبل ان الكل يتفوقوا عليه الا جوكو. واصلا في الحقيقة في جيتا ما صار طيب الا لساء هذا السبب. في دراغون بو زيت اصلا حتى في ارك ماجين بو كان لا يزال بنفسيته الشريرة القديمة. بس انه كان هدفه في البقامع السيان او بلا صح بالبقامع جوكو اصحابه هو انها يتفوق على جوكو نفسه. كان مشوش الفكر اصلا في ارك فريزا الالي. بس عرف انه جوكو ظل عايش وقته غير اهدافه بالكامل وصار يسعى انه يصير اقوى ويتفوق على جوكو فقط. ما يهمها اي اشي غير انها يتفوق على جوكو. لدرجة انها يعني ترك كبرياءه في الكامل وقرر انه ياخد قوة من بابتي وخليه يسيطر عليه بعدها شال السيطرة بسبب كبرياءه الكبير او ارادته القوية بس عشان يفوز على جوكو لانه ادرك انه بابيدي يقدر يزيد القوة لو سيطر على الشخص مثل ما حصل على سبوبوفيتش بوبوفيتش كانوا مخلوقات عادية او بشر عاديين بالاصح وكانوا ضعاف بعدما سيطر عليهم بابيدي صارت قوتهم اكثر من سبعين في القوة القتالية يعني زادت قوتهم اضعاف اضعاف في جدة جعل بابيدي انه يسيطر عليه عشان يزيد قوتها بشكل كبير مع انها ملك القوة وادرك انه جوكو لها يوم واحد في الحياة بعدها راح يموت كانوا انها يحقق هدفها من اكثر من اي اشي ثاني اكثر من زوجته واهم من اولادها واهم من اي اشي في العالم طرى انه يجبر جوكو لقتالها بقتل بعض المساكين برغم انه في جدة قرر انها يغير نفسه بس انه بذيك اللحظة كان يهتم بهدفها واللي هو اهم من اي اشي ثاني واهم من الطيبة واهم من كل قوانين العالم واللي هو انها يتفوق على سون جوكو نفسه وقتها بقام بقتل بعض المساكين اللي يخلي جوكو انه يقاتله وقتها جوكو تقير هدفه وبطل انه يروح الى يقتل ماجينبو في الاول كان يريد يقتل ماجينبو بس في النهاية قرر انه يقاتل في جدة كايوشين وقتها كان يحاول انه يمنع جوكو ويخليه يقاتل ماجينبو قبل ما يمحي الوجود كلها او بالاصح يمحي كل المخلوقات او يستعبدهم يخليهم مثل العبيد عنده ببدي كان المسيطر الخاص به ببدي كان يحاول انها يستعبد كل المخلوقات كعبيد له القطعه فقوقوف ورفض انه يروح يقاتل ماجينبو وكان يريد يقاتل في جدة كايوشين وقتها حط نفسه درع وقال انه اذا تريد تقاتل في جدة والاشي لازم ان تقتلني وقتها قوقوف أشرف يده علي كايوشين وكان مستعد انها يقتلة لانه كان عارف نواية في جدة في الكامل وكان عارف انه فيجدة مستحيل غير من هدفه وانه في جيته رح تنتهي كل الخطة في الكامل وقته كان مدرك انه الطريقة الوحيدة لهزيمة ماجينبو هي اخضاع في جيته بالاول او جعله يهزمه وقته رح تنتهي اعمال في جيته وقته رح يروح يكمل على ماجينبو في بقايا عمره الان رح ننتقل لنقطة جوغو المختلفة عن السيان بالكامل وقد تم ارساله من باردوك على كوكب الارض لانه كوكب الارض شعبها بساكين او ضعاف كثير عشان يقدر ينجو في هذه الكوكب وينجو من تدمير كوكب السيان ويبقى انها حي فب امنية باردوك اللي تمناها لتنين الكرات صاحب الكراتين قال انه امنيتها انه يعيشوا اولادها الاثنين ويكبروا بدون تدمير كوكب السيان كان مقصدا جوغو وقتها وقع على رأسه وقتها تغير كل افكارها الشريرة او بالاصح افكار السيان الحيوانية وصار شخص بدون اي اهداف او بدون اي معنى وقتها جد جوهان قام بتغييره بالكامل وعلموا على الفصول البشرية او بالنصح الخصائص البشرية وهي الرحمة او المحبة بين بعضهم للان البشر يختلفوا عن المخلوقات الثانية بالمحبة بين بعضهم بينما الحيوانات ممكن يحبوا بعضهم صح اكثر من البشر بس يحبوا بعضهم علي وفق العائلة فقط بينما البشر يختلفوا عن هذا الاشي لا يمكن الانسان مثلا يدفع عن اهدافها وبالنصح جرح هذا الاشي سيكون طويل كثير فرح اختصرها باختصار بشر يمتلكون العقل والعاطفة مع بعضهم البعض وهذا اللي يميزهم بشكل كامل على الحيوان وهذا اللي صار مع جوغو تعلم كل صفات البشرية من جيد جوهان أصلا جيد جوهان كان يعلمها أشياء ما كان يعرفها جوغو مثل جنس الأنثى أو بالأصح يعني الأنثى يعرفتوا أشياء الأنثى ذكروا أنثى في البشر جوغو ما كان يعرف شيء اسمها أنثى ولا كان يعرف يفرق بين الذكر والأنثى بسبب أنها ما كان يعرف أي شيء وكان يتعلم كل شيء من جد جوهان فقط فجوكو ادرك ذاتها بعد ما عاش مع البشر بعد ما الغسل دماغها في الكامل بعد الضربة اللي تلقاها وهو صغير جوكو صار يتعلم شيء اسمها مسامحة مو بفقد كبرية فجوكو كان مستعدة انها يخسر امام ما جين فيجيتا فقط عشان يخلي فيجيتا انه يرتاح يخلي فيجيتا يحقق هدفها ويخلص لانه عارف انه فيجيتا ممكن يقتل نفسها لو ما حقق هدفها وهما جيتا اللي تعود عليها في شعب السيان لفجيتا عاش كامير مبجل بالأصح يعني عاش كحياة عظيمة وهو يعني سيان وعاش كثير وشاف كل طباعهم ومتعود على السيان بينما جوكو تعود على صفات الانسان واللي هي ممكن يتسامح مع غيره جوكو وقتها لو استخدم السيبر سياني ثري كان رح يكون اقوى من فيجيتا باربع اضعاف وكان رح يمكن يطحن فيجيتا بثواني بس جوكو قرر انها يخسر نفسها في شكل كامل عشان فيجيتا يفوز عليه وتنتهي هذه المعضلة البشعة اللي عاشها طول حياتها مع فيجيتا وقتها فيجيتا ادرك بشكل كامل خصال جوكو او ايش هدف جوكو بالكامل وعرف انه جوكو يتساهل معه فوقتها توقف بشكل كامل عن هدفه وشعر انه كل افكارها اللي كان يفكر فيها وهو صغير كانت خطأ بالكامل حس انه هدفها بالتفوق على جوكو مجرد هدف اطفال او مجرد هدف شخص يشعر بنقص كبير فوقتها فيجيتا طور اهدافها لانه هي اسم ماجينبو بعد انهاء القتال قام فيجيتا باكل احد حبوب السينزو فوقتها جوكو كان يحاول يأكل احد الحبوب فوقتها فيجيتا ضرب في جوكو على رأسه وهدف فيجيتا هون انه يخلي جوكو ما يموت من ماجينبو لانه لو ماد جوكو هو ميت في العالم الاخر رح يختفي من الوجود ففيجيتا هون تقبل فكرة انه هو لازم يقتل ماجينبو لانه هو اللي صنعها في اصلا بسبب اهمال فيجيتا وقتله لهذه المساكين وقتالها مع غوغو وقتها اتحرر لكنه لو لقل فجيتا ما ت login فوقتها فيجيتا يقرر انه يروح يقاتل ماجينبو لي manga وففي النهاية يعرف انها ما رح يقدر لها بسبب ان قوتها جدة كبيرة وانه ماجينبو يمتلك الخلود المطلق او كان يظن انها يمتلك الخلود المطلق وقته هون فيجيتا يستعمل يشمع كل قوة ويفجر نفسها بماجينبو ويقتل نفسها معاه وكان بأمل انها يقتل ماجينبو بس في النهاية ماجينبو نجا من الانفجار هون تبينت لنا طبيعة السيانة الحقيقية بس اكيد جوجو ما تخلى عن طباعها السيانية بالاصيل لا في النهاية الطباع اللي ولدوا فيها ولدوها جسديا او داخليا يعني ما ولدوها بس فقط من افكار مثلا ممكن الانسان يتأثر بافكار بشعة او مثلا منحكي افكار مضطرفة ممكن الناس تعتبرها ابسط مثال ممكن الانسان يصنع طفل يجعلها شخص سيء او مثلا منحكي شخص مجرب وبنفس الوقت تصدر تصنع طفل انها كل هدفها انها يساعد غيرها او ممكن تصنع طفل قوي الشخصية او طفل ضعيف الشخصية الاشياء كلها تصير عن طريق الافكار عند البشر فقط مو اشي جسدي بينما السيان يختلف هذا الاشي لان طبيعتهم الجسدية تخليهم هيك يعني هم مجبورين انهم يكونوا هيك مهما حاول السيان انها يرفض فكرة يعني خلقها او الطريقة اللي يصنع فيها ضل الطريقة موجودة عندها غصبا عنه هي شعور انها افضل من اي شي او شعور الغرور الكبير لان السيان ولده يعني بصفة انهم يكونوا مغرورين بشكل كبير مثل جوجو لما اعطى سيل حبة سينزو وقتها كان واثق انه جوهان كيقدر يقتل سيل في الكامل وكان واثق انه جوهان مستحيل يخسر ضد سيل جوهان كان اكثر شخص رافض لأفكار السيان في الحقيقة هو اكثر شخص تفوق عليها اصلا بس اكيد ما تفوقت عليها في الكامل لانه لما كان يملك قوة كبيرة لدرجة كبيرة ويحس نفسها اقوى بكثير من خصمة كان يكون مغرور حتى اكثر من في جيتها وعلى كلام بكله اصلا يحكي انه جوهان لما يصير اقوى من خصمة يصير مغرور لدرجة كبيرة ويحس نفسها كأنها اعظم من اي شي في الوجود انه كل الاشياء في الوجود اصغر منه وقتها جوجو لما اعطى سيل حبة سينزو وقتها ادرك خطأها بشكل كامل وحاس انه هذا الاشي خطأ وقتها وندم انه حاس انه سيل رح يدعسهم داعس وقتها فكان مدرك انه هذا الاشي خطأ وبنفس الوقت ما يقدر يسيطر على غرازها اللي ولد فيها طبعا لما جوجو ترك فريزا عايش بعد انفجار كوكب ناميك او قبل انفجار كوكب ناميك بقليل ما كان يقصد انه يترك فريزا عايش عشان انه يخليه حنون وهيك هدف جوجو هو تدمير نفسية فريزا في الكامل لان فريزا نفس السيان تقريبا يحب انه يكون افضل من اي اشي فريزا يختلف عنهم بانه خسيس وكلب مثل ما بنحكي انه ولد بصفات بشعة في الكامل مو هدفه الكبرياء يعني بالاصح عنده كبرياء بس يسوي كبرياءه بطريقة بشعة يعني ممكن يعمي خصمة من عينه ممكن يقتل طفل فقط للتسلية بينما السيان ما بيعملوا هذا الاشي مثلا لو سيان قرر انه يقاتل طفل رح يرفض انه يقتل طفل ليش باختصارا انه رح يحس نفسه صغير انه ليش اقتل طفل يعني هيك اما بحس نفسي تافه او مثل ما بنحكي انه انا صغير كثير مثل هذو الطفل ففي فريزا يختلف عنهم بشكل كامل بهذا الاشي اكيد بما انه فريزا عاش اكثر من 200 سنة وهو يحس انها الاعظم في الوجود ويحس انها مثل ما بنحكي يوصل لدرجة انها يحس انها اله كأنه ارمع فريزا نفس اللي صار مع النمرود النمرود حاس انها اله على الكل بعد ما تفوق على الكل في القوة ايش اللي يفرق عن فريزا والنمرود انه فريزا عاش بهذه الخاصية اكثر بكثير من النمرود ونفس الاشي الفرق الكبير بينهم لانه فريزا كان اقوى جسديا من كل المخلوقات وكان متفوق بشكل كامل بكل اشي على المخلوقات فريزا كان حس انها الاعظم في الوجود وانه مستحيل يقهر بس في النهاية جوغو قهراه بعد ما تصار يعني مثل ما بنحكي السوبر سيان وان فوقتها فريزا انصدمه بشكل كامل انه كيف مخلوق يتفوق عليه نفس الاشي مخلوق من الاشخاص اللي كانوا اتباعه واللي غام بقتلهم يعني مخلوق يعتبر عندها قرد كيف قرد يتفوق عليه فريزا وقتها كان متقبل فكرة الانتحار اكثر من فكرة انه جوغو يتفوق عليها او قرد يتفوق عليه بعد ما خسر فريزا وقتها عاش نفس النقص اللي عاشها في جيته بس باختلاف وحقد اكبر بكثير من اللي عاشها في جيته كان هدف جوغو من ترك فريزا حي وانه يشعرها بالنقص الكبير وقتها قلها انه انت تقدر تدمر الكواكف في يدينك وفي النهاية رح تخسر ضد واحد انه يعني مثل ما بنحكي شخص قرد انت رح تخسر امام قرد بس انت تمتلك القوة الاكبر او تقدر تدمر الكواكف وفي النهاية ما رح تقدر تقتل مخلوق عادي تافه امامك وبالصح مخلوق انت تعتبره تافه لان كان عندك غرور بنفسك بدرجة كبيرة لدرجة انك تنسى كل المخلوقات اللي امامك او تنسى كل العالم لحواليك وان فريزا وقتها ادرك خطاها بالكامل لانه ما كان يتدرب وقتها فوقتها من بعد هذا المشهد صار يتدرب لان عرف انه المخلوقات نفسها نفسهم يعني هو مو اله على العالم ولا اشي هو مخلوق مثل اي مخلوق موجود في العالم ومخلوق ناقص مثلهم كي ما ترك افكارها المسخة بشكل كامل وضلوا سيخل الان فقوكو ترك فريزا حي ما تركها رحمة له انه ما تركه انه يعيش مصارعة لنفسية اكبر بكثير في الحقيقة الموت هو راحة للمخلوقات خصوصا انه انمي دراغامول ما يؤمن بالمخلوقات في وجود جنة او نار فيعتبر الموت راحة للمخلوق وليس شيء يعني بشع للمخلوق فانه فريزا قتل الملايين من المخلوقات فالطريقة الوحيدة لعقابه هو انها هي شخص يهزمه ويعيشها بحرب نفسية بعد ما يحس بنقيص طول هذه السنين وحرب مثل ما بنحكي حرب حقيد عشان فريزا يدمر نفسها نفسيا اكثر بكثير وابشع بكثير من انها يموت او ينتحر نفسها اصلا ادركنا انه غوغو ما ترك فريزا رحمة انبيه غوغو كرر خطأ في الك مورو وهون اعطاها حبة سينزو نفس اللي صار مع سيل وقتها مورو جلدها جلد وقتها غوغو هون كان يحاول يثبت لها انه انت كمان اضعف مني نفس الاشي اللي صار تقريبا مع فريزا في الحقيقة مورو ما كان عندها نفس افكار فريزا كان يعتبر نفسها مخلوق مثل اي مخلوق ثاني ما كان مغرور بنفسها مثل فريزا بس كان تقريبا نديس اكثر من فريزا نفسها فهون ادركنا حتى غوغو ما قدر يتخلى من الافكار السيانية اللي ولد فيها ونفس الاشي مع فجيتا مع كل السيان كل شخص يتبع طريق غير الان اللهجين اكيد عندها بعض الصفات البشرية اللي ولد فيها وبعض الصفات السيان وما عاش حياة السيان فاكيد رح يكون لطيف بينما غوغو رح يكون لطيف وفي بعض النقاط السلبية القديمة بينما فجيتا اكيد رح يكون سلبي بالكامل. لانه عاش مع سيانة بشكل كامل وكل جيناتها من السيان. وبنفس الوقت توصل اخد جينات الامير يعني اخد الجينات السامية. او مثل ما بنحكي اخد جينات العظمة من السيان. يعني اخد الجينات الصافية صح صح يعني رح يكون ابل كلب اصلي. فهوان بتوقع الاغلب ادركوا ليش سيان تدركوا عداهم انهم يعيشوا. او بلاصح ليش يتركوا عداهم انهم يستجمعوا كل قواهم الكاملة وبعدها يقاتلوهم. حتى لو كانوا مدركين انهم رأي ممكن يخسروا ممكن هذا الاشي يضحي في كل عوائلهم او يضحي بالعالم اللي عايشين فيه ندركنا انه الكاتب واسع في الافكار وافكارها مو بسيطة بس هو يعني يسردها بشكل بسيط طلع اكيرا تورياما مو هين الكاتب وضح كل افكارها بشكل بسيط ممثل الاعمال الثانية اللي حاولي حطولك كل شي في الالغاز اكيرا كان يحطي سؤال وجاوب عليه بنفس المشهد ما يحط لك سؤال وما يجاوب عليه ويخليك انت اللي تجاوب عليه ممكن تخطأ وممكن ما تخطأ يعني اكفل بعض اظنوا انه دراكن بول بدون قصة او قصة بسيطة لانه الكاتب كان يجاوبهم على اسئلة الكاتب ما حاب يحط العمل تجاري بينما بالاستوديو حاليا صار يحول دراكن بول العمل تجاري بس الكاتب ما كان يحاول بالابدا انه يخلي عملها تجاري فقط كان يحاول انه يحط عمله بشكل كامل ويجاوبه على كل اسئلتها بسرعة عشان يخلي المشاهد يستمتع ما يخلي المشاهد عايش يبقى الغاز وعلى افكار ومدر ايش من ادركنا ايش هم السيان وايش طبيعتهم اللي ولدوا فيها وكل اشي فيهم وعرفنا كل اشي عنهم بشكل كامل با الى هنا مكون وصلنا لهذا الفيديو شكرا لكم عم المشاهدة اذا عجبك الفيديو عمل لي لايك وازا ما عجبك عمل لي ديس لايك واكتب لي السبب شكرا لكم عم المشاهدة ان شاء الله وقاكم بالفيديو القادم مع السلامة